تتواصل فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية إيدكس حيث يشهد إقبالا كبيرا وإشادة واسعة من الزائرين الذين عبروا عن مدى قدرة مصر وقواتها المسلحة على تنظيم فعاليات دولية عالمية المزيد حول فعاليات معرض إيدكس يطلعنا عليه رامي محمد مراسل التلفزيون المصري تحياتي لكم ولكل متابعين من داخل مركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية حيث استمرار فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيدكس 2023 هذا المعرض الذي يشارك بها أكثر من 400 شركة عارضة في مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية من مختلف أنحاء العالم يمثلون أكثر من 40 دولة هذا المعرض الذي يشهد من خلال فعالياته توقيع لعدد من البروتوكولات واليوم من خلال الكثير من الأجنحة منها الجناح المصري تم توقيع عدد من البروتوكولات من قبل هيئة العربية للتصنيع وعدد أيضا من الشركات العالمية منها الشركة العالمية الفرنسية في مجال سواء التسليح أو أيضا الصناعات الدفاعية وعمرة الطائرات وغير ذلك من المجالات الخاصة بالصناعات الدفاعية والعسكرية هذا المعرض الذي يعد مظلة كبيرة وتجمع عسكري كبير جدا لمن يهتم بهذه الصناعات وله شهرة كبيرة في هذا المجال مجال الصناعات الدفاعية والعسكرية وتستمر أيضا الفعاليات حتى السابع من ديسمبر الحالي هذا هو المشهد وإليكم الكلمة ترجمة نانسي قنقر